بدأ العد التنازلي لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوبا 28 حيث تستعد دولة الإمارات لاستقبال أكثر من 70 ألف مشارك لاستعراض أهم التحديات المناخية وصممات الإمارات شعاراً باللونين الأخضر الفاتح والداكن أكدت أنه يرمز إلى المكونات المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي عالم واحد إليه يرمز شعار الإمارات في قمة المناخ هوية بصرية تصلت الضوء على العلاقة بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار وتصميم تقول الدولة المستضيفة للحدث الأهم عالمياً إنه يشير إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات المناخية العالمية وتحتضن مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات مؤتمر كوب 28 الذي سيكون أكبر وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ ستمد عبره أبو ظبي جسور التواصل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية دولة الإمارات ستستقبل خلال هذا الحدث أكثر من 70 ألف مشارك من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون إلى جانب أكاديميين أملاً في استعراض الحلول المبتكرة التي من شأنها وقف نزيف الكوكب ويقول الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف سلطان بن أحمد الجابر إن هذه القمة ستكون استثنائية ومحطة حاسمة لبناء مستقبل العالم خاصة وأنها ستشهد مراجعة دقيقة لحصيلة التقدم المسجل في أهداف اتفاق باريس في ظل مؤشرات تؤكد أن العالم لا يزال بعيداً عن المصاري الصحيح استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ تأتي بالتزامن مع إعلان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد النهيان 2023 عاماً للاستدامة شعاره اليوم للغد ما يجعل مفهوم الاستدامة أولوية وطنية كبرى بالنسبة للإمارات جهود كبيرة بذلت خلف كواليس انطلاق القمة العالمية لكن الجهود الأكبر هي التي من المفترض أن يقدمها العالم في قادم الأيام إذا ما أراد تغيير مسار كوكب الأرض